الله معكم وبرنامج جيلي الإنجيل من جديد بيطل عليكن بالمواسم السابقة كانت هالمبارات مع شباب وصبايا طلاب مدارس وجامعيين شبيبة الرعاية والحركات الرسولية ضيوف هالبرنامج بالسابق كانوا إخوتنا الإعلاميين الوزراء ممثلين مشاهير كتار إنما هالبرنامج السقافي الديني حبي طل السنة عليكن طلّة مميزة لابس توب جديد عشاشة جديدة بإطار جديد ومنوع كانكن بتعرفوا إنه ربنا بيستاهل شريحة كبيرة من المشاهدين بيستاهلوا إنه نقدم لهم برنامج السقافي بيبلي يلهمهم يستفزهم مرات يحكيهم بأسلوب جديد البابا الكبير لديس يوحانا بول ستاني كارول فوشتيلة كان كل همه إنه كنيسة المسيح تقدم للمؤمنين أساليب جديدة بالتعليم تالناس تطلع من البرامج المبتثلة مش مسموح نظلنا ننق وننتقد البرامج الهابطة والملوثة إنما المطلوب إنه نقدم للناس الشي اللي هني مشتاقين يحضروه وقلوبهم لوحدة رح تصير مع الوقت تميل لإلوه سمحولي أولاً حيي وأشكروا ديوفنا المتابرين وهلأ بتعرفوا ليش لإمتريزة كانت تقول بشكر إخوة الفقرة هاللي أولوني شرف خدمتهم وأنا الليلة بدي أشكروا ديوفنا هاللي أولونا شرف استضافتهم ليش عمقول هالشي لأنهم هني كمان شهود وهني المساكين والفقراء بالمعنى الروحي اللي بيعطيه الرب خاصة بإنجيل التطويبات وقت اللي بيقول على جبل التطويبات توبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات مين قال إنه حركة الشهادة بالعالم مقتصرة على اللي بينتموا للحركات الرسولية والجماعات المسيحية بيسوى اليوم نقول إنه أول المسؤولين عن هالحركة هني اللي استودعوا كثيراً من اؤتمن على الكثير يطالبوا بأكثر كل قادة هالمجتمع مؤتمنين على هالكلمة كلمة الرب كل حدا منهم ضمن اختصاصه وضمن الموهبة أو الوزنة اللي ربنا هدي ياها ولا مرة جيل الإنجيل كان همه يكشف قديش المتبارين بيعرفوا إنما كان هدفه إنه المشتركين ومن خلالهم كل المشاهدين يكبروا مش بس بالقامة إنما بالنعمة والحكمة قدام الله والناس